تجتمع رؤوس الخبرة الامنية على مبدأ لغة العسكر في صناعة هرم المناصب الامنية والعسكرية وفقا للكفاءة الامنية والقتالية حماية لاستقلاليته وارادة ادارته بما يتناسب مع التخطيط الميداني والحاجة الامنية في البلاد سيما مع تاريخ الجيش العراقي الذي تأسس في 1921 على مبدأ الخبرة الامنية البحتة ما يعني برأي عسكري بحث ان تدخلات امريكا في حل الجيش السابق ساهمت بشكل او باخر في صناعة نسيج غير متوازن سمح بدخول اهدف سياسي حزبية سيما في مناصب القيادات الامنية ما اتاح غياب الخبرة في كثير من تفصيلات الجيش والاجهزة الامنية تحقيق صحيفة العالم الجديد المحلية في العراق كشفت في تحقيق لها عن تغييرات كثيرة نفذت على مبدأ تقسم الحسس بين كتل سياسية ومع فورة التغييرات والتعيينات التي انطلق بها رئيس الحكومة كانت تفسيرات محللين تؤكد تنفيذ تلك التغييرات لاستبدال محسوبين على الحكومة السابقة وهو ما نفاه رئيس الحكومة مشددا على ان التعيينات جرت وفق شروط الخبرة والكفاءة في الجهة المقابلة يرى خبراء وامنيون ومعهم محللون سياسيون ان ثم تتكرار لسيناريو حاصفة التعيينات والاستبدال لم تختلف كثيرا منذ عشرين عاما اذ تبنى على اساس المحاسسة التي يرضي اهدف جهة حزبية لها جدها الضالعة في المشهد السياسي تحليلات لا يتفق معه مؤيدون لعملية التعيينات والتغييرات لدعمهم مبدأ التوازن في تعداد القوات المسلحة سيما بما يحفظ حقوق المكونات الرئيسية والاقليات الدينية والقومية وهو مبدأ اللغة السياسية السايدة في البلاد رغم انها لغة لا تتفق مع لغة الدستور العرقي وبالمناسبة فان تغول السياسة على المؤسسة الامنية لا يتفق معه بعض اعضاء الاطار التنسيقي ما يعني بحسب خبراء ان حسابات تعيين القادة الامنيين قد تكون سببا في اخفاق الحكومة اذا لم تحقق تلك التغييرات وهدف المنهج الوزاري تحديدا تلك المتعلقة بالنتائج التي يريد العرقيون الشعور بها كالاستقرار الامني والاجتماعي وتحقيق تقدم ملموس في المشهد الامني المضطرب منذ سنوات طويلة والذي تتحكم به بعض الاحزاب وبعض الميليشيات التي تفرض بلغة السلاح المنفلت سطوتها على سيادة القانون وتطبيق الدستور اشتركوا في القناة